اشتركوا في القناة وإن الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالة الملك المفدى وأن يحقق كل ما يتطلع إليه جلالته من إنجازات تنموية تعود بالخير والنماء لصالح الوطن وأبنائه الأوفياء وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالته وهو ينعم بمنفور الصحة والسعادة وطول العمر وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات سائلا المولى العلي القدير أن يحفظ مملكتنا الغالية ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة جلالته الحكيمة وأن يرفع عن مملكة البحرين والبشرية جمع جائحة فيروس كورونا وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الأعهل المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي وللعاد رئيس مجلس الوزراء أعرب جلالته فيها عن تقديره لسموه على تهنئته بحلول عيد الأطحى المبارك وعلى مشاعره الفياضة داعينا الله أن يحفظ سموه لمواصلة دوره المميز في سبيل تقدم ونماء المملكة ويعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة وعلى وطننا وشعبنا العزيز والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يرفع عن البشرية جمع هذه الجائحة ترجمة نانسي قنقر